السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? وحشتوني جدا. يا لكم انا صلى على سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. قصة النهاردة تفاصيلها مش كتيرة. لكن مشوقة. لحد كبير. لانها اتبنت على الصدفة. وكتير جدا من الصدف بيكون لها تشويق في احداثها. خلينا نخش في الاحداث على طول. قصتنا بتبتدي ببنت امامتها. البنت اسمها سلوة. سلوة هي اللي بتخدم مامتها بعد ما حصل لها حادث وبقتش قادرة انها تقوم من مكانها. لكن غزبا عن سلوة بتسيب امها وقت مش قليل علشان تشتغل. وبعد ما تخلص شغلها بترجع لمامتها بسرعة. علشان تخدمها وتشوف طلباتها. ومع ضغط اليوم اللي بتكون فيه سلوة. اللي انهم اطلب منهم انهم يسيبوا شقةهم اللي عقدها خلص. وكلان صاحب البيت بيع الشقة. فكانوا مطلوب منهم انهم يسيبوا الشقة في اقرب وقت ممكن. وده خلى سلوة انها تسأل زمائلها في الشغل عن شقة جديدة تكون ايجار. وتكون قريبة من شغلها. وفعلا بعد يومين ردت عليها صاحبتها في الشغل. بان فيه شقة قريبة من الشغل وكمان ايجارها قليل. راحت سلوة علشان تشوف الشقة. وعول ما داخلت البيت لقيت العمارة قديمة جدا. والشقة تكاد ان تكون فضية من كمية الهدوء اللي في العمارة. لكن صاحب العمارة اكد لها بان الشقة دي كلها سكنة. وما فيش غير الشقة اللي في الدور الاخير. هي اللي فضية. ودي اللي المفروض هيسكنه فيها. ولما دخلت سلوة الشقة. علشان تشوفها عجبتها جدا. لكن كان فيها ركن غريب. ولما سألت سلوة عن الركن ده. رد عليها صاحب العمارة بانه لما ورس العمارة عن والده. وصاب ان الشقة دي متتفتحش خالص. وكان ان دي اول مرة يخشها. وانه حاب يأجرها علشان ما تكونش فيه شقة مقفولة في العمارة. ولما سلوة قالت له ان كده كسرت وصية والدك. رد عليها بان كل واحد وليه فكره. وفعلا بعد كده نقلت سلوة ومامتها للشقة الجديدة. اللي هتكون لها قصة جديدة في حياتهم. وبعد مرور تلت ايام تقريبا راحت سلوة شغلها. وسابت مامتها لوحدها. بعد ما طبعا خدت اليومين اللي فاتوا اجازة علشان توضى بالشقة الجديدة. ولما نزلت سلوة ابتدت مامتها تحس بوجود حد في الشقة. لكن طبعا علشان هي مش قادرة على الحركة وملازمة الكرسي المتحرك. فبتكون حركتها بطيئة ومتعبة. لكن حاولت انها توصل لاماكن كتيرة في الشقة. علشان تشوف هل فعلا في حد في الشقة ولا لا. لكن ما لقيتش حد. لكن لقيت جواب مرمي قصادر ركن اللي السلوة سألت عليه صاحب العمارة. وكانت جواب مقسوم نصين. نص فيه خريطة والنص التاني مكتوب فيه. ان جوه الركن ده موجود سلاسل زهبية. ودي هتكون من نصيب اللي هيلاقيها. وكان موضح مكانها فين في الركن. وكمان موضح مكان المفتاح. وكل ده موجود في الخريطة. واستنت مامة سلوة بنتها لما جات من الشغل. وحكت ليها اللي حصل. واستغربت سلوة من العصل جدا. بان الجواب ده مين اللي سابه هنا. لكن بعد كده الفضول وصلها بانها تمشي وراء المكتوب في الجواب. وتوصل للسلاسل. لكن مامة قايت ليها على شرط بانك توصلين لصاحبي البيت تاني يوم. وفعلا اتفقوا على كده. وقدرت سلوة باتباع الخريطة انها توصل لمكان السلاسل. اللي كان شكلهم جميل جدا. وملهمش مسيل فعلا في تصميمهم خالص. لكن بعد كده هتوصل لشيء مش متوقع ليهم ابدا. لان من غير ما يشعروا. فتحوا بوابة الجحيم عليهم. اللي كانت مقفولة. جوا سلاسل الدهق. وفعلا بعد ما السلاسل ما طلعت وشالتها سلوة في دولاب مامتها. قامت علشان تشوف طلباتها وتحضر طلبات مامتها. لكن فجأة سمعت صوت مامتها بتصوت بخوف شديد جدا. جاريت عليها. ولقت مامتها سكتة تماما. لكن لما سلوة طمنتها. حكت لها مامتها بانها شافت شكل مخيف. ومش على شكل بني آدم. وكأنه عفريد. وليه ما يخالب طويلة. وجسمه زي ما يكون مقطوع منه بسككين. وكان بينزل دم من كل حتة. لكن سلوة اكدت لمامتها ان مفيش حاجة. لكن في وقت ما سلوة بتتكلم ظهر ليهم نفس الشكل مرة تانية. وقتها الاتنين ووصلوا لحالة زهول تام من شدة الخوف. واللي حذرهم من قعادهم في الشقة. تاني. وانهم يرجعوا او يرجعوا السلاسل مكانها مرة تانية. لانه هو الحارس عليهم. وكان صاحب العمارة حاطتهم وكان محصنهم بالجن. ومع فتحهم للرقم. فتحوا معاه رعب مدفون. وكان الجواب اللي لقوه كان صاحب العمارة هو اللي كتبه. لانه كان فاكر بان تحصين الجن بعد موته هيتفك. لكن ده ما حصلش. وبعد ما انصرف الجن سلوة عاشوا لحظة من اصعب لحظات حياتهم. وقامت سلوة فورا عشان ترجع السلاسل. وكررت انها هتسيب الشقة الصبح. هي وموتها. وتسلمها لصاحب العمارة مرة تانية. من غير ما تحكيله اي تفاصيل. بس كده خلصت حكايتنا. يا رب يكون ما دول حلقة النهاردة عجبكم. كتبولي رعيكم في التعليقات. ولو حابين ان اتكلم عن موضوع تانية كتبولي برضو. وانا هحاول ان انا فيزها ان شاء الله. ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.